السلام عليكم في هذا الفيديو سنبدأ بالعمل مع الجافا سيكريبت في المداية نحتاج إلى تيكست ايديتر تيكست ايديتر بمعنى محرر نصي أي معنى أنه برنامج نكتب فيه النصوص فممكن أن تستخدم أي تيكست ايديتر يعني سواء كان سبليم تيكس براكت أو أي برنامج آخر لكن أنا سأستخدم في هذه الدورة برنامج اسمه الكومودو فبالتالي لو أكتب فيه البحث في الجوجل Download Comodo Edit ممكن نختار هذا الموقع ومن ثم ننزل الاسفل ونختار Download أنا أعمل على Windows فبالتالي أنصب النسخة الخاصة بالWindows مجرد أنه أضغط عليه وسيتم التحميل مباشرة إذن تم التحميل ولكن أنا سأوقف التحميل على اعتبار أنه حملت الملف سابقا حتى تنصيب الملف وتنصيب اعتيادي يعني مجرد أنه Next 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 ومن ثم Finish عندما تنصب برنامج فسيظهر بهذا الشكل على أيقونة سطح المكتب إذن هذا هو برنامج الكومودو نفتحه سيظهر ملف بهذا الشكل عند فتحه لأول مرة في البداية لو أضغط على preference لاختيار الثيم الخاص في البرنامج فمن appearance ممكن أنه أختار الثيم الخاص برنامج طبعا أنا سأستخدم Dark Theme في هذه الدورة ومن ثم أضغط Apply ومن ثم OK ومن ثم أختار New File الآن أنشأ لي ملف جديد نلاحظ بأن هذا الملف اسمه text.txt يعني هو ملف امتدادة txt ملف نصي عادي فممكن أنه أكتب فيه النصوص ولكن لو أحفظ الملف من هذه الإيقونة أو أضغط على Ctrl Save للاختصار والاختصارات مهمة جدا لأنها تسهل علي العمل فبالتالي Ctrl S بمعنى Save ومن ثم يطلب مني أنه أختار المكان اللي سيحفظ به الملف فممكن أنه على الديسكتوب أنشئ ملف جديد إذا نختار New ومن ثم Folder ومن ثم أسمي هذا الملف وليكن اسمه مثلا My Java Secrets ومن ثم أسمي الملف وليكن اسمه مثلا TasteOne.html طبعا امتداد HTML مهم جدا حتى أبين للبرنامج بأنه هذا هو ملف HTML ومن ثم أضغط Save الآن ممكن أن تسعن حاليا ما هو السبب بأنه أنشئنا ملف HTML رغم أنه هذه دورة مخصصة للجاواسكريبت في الحقيقة الجاواسكريبت تستخدم في الويب ديفلوبمت أي في صفحات الويب في الحقيقة صفحات الويب تبنى بلغتين HTML والCSS HTML تعطي الهيكلية لصفحة الويب أما CSS فهي تعطي الجمالية لصفحة الويب يعني تعطي الألوان والأشكال ومن هذه الأمور أما لغة الجاواسكريبت فهي لغة برمجية تصنع التفاعلية في صفحة الويب يعني على سبيل مثال الانيميشن ومن هذه الأمور فبالتالي منطقيا المفروض بأنه في البداية تبني صفحة ويب ومن ثم تخلق التفاعلية فيها يعني في البداية يجب أن تكتب أكوات في لغة HTML والCSS ومن ثم تنتقل للجاواسكريبت فليهذا تقريبا في أغلب الدورات الموجودة في الجاواسكريبت يطلب منك أن تكون قد تعلمت سابقا HTML وCSS ومن ثم تدخل في الجاواسكريبت ولكن حاليا أنا لا أطلب منك أنه تكون لديك خبرة أو أن تكون تعلمت في HTML أو CSS سابقا السابق هذا حتى لا نخلط ما بين أكوات HTML وأكوات الجاواسكريبت حتى نركز فقط على لغة الجاواسكريبت فبالتالي إذا كنت تعلمت لغة HTML أو CSS سابقا فهذا شيء جيد وإذا لم تكن تعلمتها فأنا سأفرض الشخص المقابل هو لا يعرف أي شيء عن HTML والCSS ولا يعرف أي شيء نهائيا عن عالم البرمجة إذا فقط سنكتب أكوات لمرة واحدة في HTML حتى ننشئ صفحة فارغة ومن ثم ننتقل إلى الجاواسكريبت إذا لو أكتب علامة الأصغر ومن ثم علامة تعجب ومن ثم أكتب بالكابيتال لتا دوك تايب ومن ثم كلمة HTML في الحقيقة دوك اختصار للدوكيومنت دوكيومنت يعني المستند فبالتالي أنت تعرف مستند التايب هو HTML يعني نوع هذا المستند هو HTML ومن ثم أكتب علامة الأصغر مرة ثانية ومن ثم أكتب HTML ومن ثم أكتب علامة أصغر نشوف بأنه البرنامج هو كمل للكود الآن لو أضغط كونترول زائد أو كونترول ناقص لتكبير وتصغير حجب الخط في الحقيقة هذا الشيء يسمى بالتاق فأنا حاليا بهذا المكان فتحت التاق الخاص بالHTML وغلقت التاق الخاص بالHTML فما بين الاثنين ممكن أكتب الأكواد الخاصة بالHTML إذن كل الأكواد اللي ممكن أكتبها هي تكون ما بين تاقات الHTML بداخل تاقات الHTML ممكن أن أكتب tags الخاصة بالHate والBody إذن علامة أصغر ومن ثم أكتب الHate ومن ثم علامة أكبر وأيضا علامة أصغر ومن ثم الBody ومن ثم علامة أكبر إذن هذه هي تركيب صفحة الويب الخاصة بالHTML هي تتكون من Head وBody الآن بداخل الHate ممكن أن نكتب title يعني علامة أصغر من جديد ومن ثم title ومن ثم علامة أكبر title وليكن مثلا اسمها Hi أوكي؟ وأما في الBody فممكن أن نكتب كلمة Hello على سبيل مثال الآن لو أذهب إلى الديسكتوب على أتبار أن هذا الملف حفظته في الديسكتوب نشوف بأنه موجود الملف اللي اسمه MyJavaSecret فبالتالي لو أفتح هذا الملف نشوف بأنه موجود الملف اللي اسمه Test1 ونلاحظ بأن هذا الملف هو إبارة عن صفحة ويب إذن أنا أنشأ صفحة ويب بلغة الHTML لو أفتح في المتصفح يعني في جوجل كروم أو أي متصفح آخر نشوف بأنه فتح لي صفحة ويب ائتيادية موجودة فيها كلمة Hi وموجودة فيها كلمة Hello الآن لو أصغر هذه الصفحة وأرجع مرة ثانية المحرر Comodo Editor نلاحظ بأنه كلمة Hi لأنه موجودة في داخل التايتل اللي موجود بداخل الهيد فوضعها في هذا المكان أما كلمة Hello فلأنه موجودة في البادي فوضعها في محتوى الصفحة إذن أي كلمة تضعها في البادي سيضعها في محتوى الصفحة ولكن يفضل أن نضع هذه كلمة Hello بداخل Paragraph بمعنى أنه لو أكتب علامة أصغر ومن ثم حرف P ومن ثم علامة أكبر حرف P إشارة للبراغرف ومن ثم أضع كلمة Hello بداخل هذا البراغرف كذلك ممكن أنه أضع IDE لهذا البراغرف أي معنى أنه أكتب IDE يساوي ومن ثم Double Quotation وليكن مثلاً الـ ID الخاص بهذا البراغرف هو X الـ IDE هو شيء يشبه مفتاح بمعنى أنه هذا البراغرف هذا الـ Element هذا العنصر ممكن أنه تصل إليه عن طريق الـ IDE الخاص به أوكي فعن طريق الـ IDE اللي اسمه X ممكن أنه تصل لهذا البراغرف اللي يحتوي على كلمة Hello أوكي الآن هذا الملف اللي امتداد HTML فتحناه في متصفح خارجي يعني في الـ Google Chrome فممكن أنه أفتحه بداخل الـ Text Editor من هذه الإيقونة أختار Configurate Browser ومن ثم أختار Preview نشوف بأنه يعرض لنفس الصفحة ولكن بداخل الـ Text Editor نفسه أوكي الآن موجودة كلمة هاي الخاصة بالـ Title وموجودة كلمة Hello الخاصة بالـ Paragraph الآن هذه أكواد الـ HTML هي لإنشاء صفحة فارغة أوكي فهذه أكواد نعتبرها ثابتة الآن سنضيف أكواد JavaSecret السؤال هو أين ممكن أن نضيف أكواد JavaSecret في الحقيقة ممكن أن نضيف أكواد JavaSecret في أي مكان فممكن على سبيل مثال أن نضيف أكواد JavaSecret في الـ Hit أو ممكن أضيفها في الـ Body فممكن إذن في الـ Hit في هذا المكان أكتب علامة أصغر ومن ثم أكتب Secret اختصانا للـ JavaSecret ومن ثم أكتب علامة أكبر كذلك يفضل أنه تكتب أكواد JavaSecret في نهاية الـ Body يعني بعد انتهاء الأسطل الموجودة بمحتوى الـ Body نكتب أكواد JavaSecret إذن نكتب علامة أصغر ومن ثم Secret ومن ثم علامة أكواد كذلك ممكن أنه أضع أكواد JavaSecret في ملف خارجي ومن ثم أربطها في ملف HTML أي معنى أنه من علامة الزائد هذه ممكن أختار New File سينشئ لي ملف آخر امتداده TXT ولكن أيضاً ألغط Control-S ومن ثم أختار مكان لحفظ هذا الفايل إذن أيضاً في الـ Desktop في نفس الملف MyJavaSecret ومن ثم سأضع اسم لهذا الملف سأسمي الملف MySecret إختصار لـ JavaSecret يعني ومن ثم امتداده سأكتب .js إذن هذا الامتداد .js يشير إلى أنه هذا الملف هو عبارة عن ملف JavaSecret أوكي فإذن أنشئ لي ملف JavaSecret بهذا الملف ممكن أن نكتب أكواد JavaSecret ولكن يجب أن نربط هذا الملف بملف HTML الأصلي أوكي فإذن مجرد أنه نكتب src إختصاراً لكلمة source ومن ثم يساوي ومن ثم أضع double quotation أو علامة التنصيص المسدوجة ومن ثم أضع اسم هذا الملف يعني اسمه mySecret.js إذن بهذه الطريقة ربطت صفحة HTML بملف .js فعندما يصل لهذا السطر سيذهب إلى ملف .js وينفذ كل الأكواد المكتوبة بلغة JavaSecret